مثار في الساعات الماضية أزمة المنتخب مع النادي الأهل المنتخب الوطني عنده معسكر من 4 ل 12 سبتمبر بياخد خلالها مباراتين المباراة الأولى يوم 8 سبتمبر المباراة الثانية أمام تونس في مباراة ودية للمنتخب الوطني ومباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اللي هتقام في كودفوار محمد غرابة مدير المنتخب فجر مفاجأة مبارح في التصرحات لي وقال لك احنا أساسا متفقين مع النادي الأهلي ان اربع لعيبة هم اللي هيروحوا المعسكر توفاجأ ان على السوشيال ميديا انا بريك بس طريق التناول الأخبار بتبقى عاملة زي وطريق وييجي أحيانا يقولك مين اللي بيعمل فتنة او مين اللي بيشعل أزمة دهار ده مدير المنتخب بيطلع يقولك ان احنا متفقين مع النادي الأهلي على ضم اربع لعيبة وانا من خلال مصادري في اتحاد الكرة جبنا مثلا ادرنا ان احنا نقول ان فيه اربع لعيبين هم اللي هينضموا وانا كاتب الخبر ده من يومين ما سنف المصر اليوم اللي هم محمد شناوي محمد عبد المنعم محمد هاني ومروان عطي سبب الازمة بقى واصل النادي الاهلي بياخد مباراة امام اتحاد العاصمة يوم 15 في السوبر الافريقي فيه لوائح دولية اي عيل صغير عارف ان فيه الاجندة الدولية حتى لو ما فيش مباريات رسمية هي من حق المنتخب وبيتم التنصيق ما بين الاتحاد وغيق النادي وفيتوريا لمح لده في مؤتمره الصحفي قال ان احنا سبنا المعسكر اللي فات كمعاة ما اللعيبة المعسكر ده انا معايا اربع لعيبة من المنتخب الوطني وهي نغمة مش هتحصل واحنا هنا كبرنامج بنرفضها ان النادي يبقى اهم من المنتخب ده هو الادية كلها من المفترض والدوري ده كله بيتلعب علشان المنتخب وقتا ما كان النغمة دي موجودة ان الاندية بتلعب لمصلحة المنتخب وكنا بنطبق ده بجد مصر خدت تلعب بطولات في امم افريقيا لما تراجعنا وبقى النادي اي نادي اهل زمالك اي نادي بقى اهم من المنتخب تراجعت على مستوى المنتخبات الوطنية خلينا اخذ واحد من المنتخب